كنت زوجته الثانية لأبو نجيب. في شخصية بتشبهها أبو نجيب بالمجتمع. بتعرفي حدا هيك؟ هلأد بخيل هلأد؟ كمخ؟ طبعا. تعرفي شخصة؟ شفت ايه؟ يعني ما غريب أبداً. تقبل تكوني زوجة الثانية؟ ده الزوجة الثانية؟ يعني كيف؟ أنه عنده زوجة وأنا بصير الزوجة الثانية؟ لا. تقبل تكوني الثانية هو يعني تكوني الأولى؟ ما في بقبل وما بقبل حصل الظرفة. إذا كان زريف هو متزوجه ومنفصل وأنا كنت متزوجه ومنفصله وإذا هو حبابه وأنا حبابة واتفقنا نحط خبزاتنا على ملحاتنا وخلصت. يعني ليه ما معرف شو إله على هذا في هذا؟ لأنه كنت زوجة الثانية بأبو نجيب. هديك مو لنا. هديك شخصية. شخصية. شخصية يعرفت شلون. فهلأ إذا بتجيب لي واحد مثل أبو نجيب بالحياة لأكون زوجة الثانية أكيد لا. عذرتك اليوم وضعك العائلة شو؟ عزبة. 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 من فصلة من كم سنة؟ من فصلة. زمان. بنتك ما شاء الله عمرها 29 سنة. آه. الله أكبر. أنا تاتا. بسم الله. عندي حفيدة عمرت لتسنين. عمرت لتسنين. شو اسمها؟ موانا. 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 بنتك ما دخلت الفن أبدا؟ معي لا. درس علاقة دولية. زاول بدرس إنجليزي. آه. دي كان صعب تكوني مستقلة بعد خروج الرجل بحياتك. أمرك مستقلة؟ دل عمري مستقلة. آه. إن كان مع الرجل اللي بدون الرجل. أخترج على الضوء. آه. يعني أنا بحس علي مستقلة من زمان. من بدايات من حياتي. وتربيت على إن يكون مستقلة. الزواج. تربيت على إن يكون اعتمد على حالي. الزواج بيقتلك هاي القصة الاستقلالية؟ لا لا. ليه لي قتلي؟ يعني الانفصال كان دليل؟ الانفصال لا. ما زبطت القصة بناتنا. بس مو لأنه قتلي مشان مهنة أو لأنه أنا مستقلة أو لأنه لا. سبب؟ خلصت. قصة وخلصت. بتعيدية؟ آه. هلأ لا. أكيد. يعني قرار طبعا طبعا. هو القرار فقط. طبعا قرار. ولا حاجة ولا تفكري. لا لا لا. خلص مر. يعني أنا هلأ أصلت. يعني مرتاحة باللي أنا هلأ في أرض. بتقولي لو كنتي قادرة تكتبي وتألفي كنتي كتبت قصة حياتك لأنه مليئة بالأكشن. شو أكثر شي أكشن بحياتك غير الانفصال؟ مو الانفصال الأكشن بحياتك. شو الانفصال؟ الانفصال كتير عادي بحسو. كمان قرار. الأكشن أنا قلت لو كنت كاتبة بكتب بكتب شي عن العلاقة بالروح. عم تروحي على الروحانيات أكتر. لأنه دائما هيك الشي. الصفاء الروحي. هذا أهم من أي شي تاني. كاملين بالما تبقى من الوقت بيقولوا عنك ست بيت ممتازة. كنتك بالبيت هلا؟ بتكتسأل اللي عندي مجلونة. ما في ست بيت ممتازة. يعني مو موضوع ست بيت ممتازة. العلاقة أنت بتتقن شي اللي بدك تساوي بحب ولا ما بتتقنه. اختلفت مفرداتي. تطبخي طيب. يعني أنا إذا بدي. طيب مو موضوع بدي أطبخ. إذا بدي أعمل شغلة. أي شيء فلازم حبه لأعمله متقن. ما بحب موضوع أني أنا عم بعمل. لأنه واجبي أعمل كيت. فأنا بعمل حتى الطبخة بحب. إذا بدي أعمل هاي القصة. هالتوازن. بس بمتعة بمتعة. بين البيت والفن قدرتي تحافظ إليه. يعني بنتك. وتربيتها والواجبات المنزلية وحتى الفن. لك يعني هلأ وازنت ما وازنت أكيد وازنت. وأكيد لأنه ما كانت أنت ممكن تكون غير متوازنة أو عندها مشاكل. يعني أنا اللي وصلت له. أعتقد إنه كتير منيح وكتير حلو. وهي إمكانياتي وهذا الشي اللي صبت معي. وأنا اليوم أحلم نمبارح. وبكرة أحلى. وما لي زعلاني على شي مضى أبداً. ولا لي حاسي بأي مشكلة. قدرت أعمل كتير إشياء بظرف كتير صعب. يعني أنا بمثلاً بجوز لأني حملت مسؤوليات أكبر مني. هي وفاة الوالد، وفاة الوالدة، الانفصال، مسؤولية العيلة، مسؤولية أنك تكون أنت قوي بوقت صغيرة. يعني أنا فقدت أغلى إنسان لألي بحياتي هو أبي بعمر مبكر. وكنت أنا فايتة للحياة فهذا بدك أنت تكون يعني كتير جبار لتفهم العالم الخارجي بدون ما حدي يسندك. فهاي أنا بقول المعركة الصعبة بحياتي. مشان هيك أنا نسيت، تعلمت، قويت، وبقول إنه الله يرحمون، أعطوني حبي كتير كتير، تربيت بي عند ناس أشبعوني على المستوى العاطفي والحنان والثقافة والحب، أسسوني، قووني، لهيك أنا كنت أيما طب إذا وقعت، أرجع وقف مرة ثانية وكون أقوى، ما تهزني، تهزني لأقوى، بس. توصل الدمعة لعينك هيك شوي بترجع؟ أكيد، أكيد، أكيد لأنه، هلأ القوية؟ أكيد، أكيد، لأ لك، آي بقدر أمسك حالي، يعني هلأ صرت من قبل كانت دغري هرارة، لا، هلأ ما عد هرارة كتير، حسب الظرف، طبعا ممكن يتهرب سرعة وغضب يكون واسع بلاحظتها، ومتى ما طلعوا خلص، خلصت. آخر مرة بكيت إيه إمتى كانت؟ بالغربة، بالغربة بكيت ع وفاة أختي، بكيت كتير، آآ بكيت على كل شي ممكن يقلمني يعني طبيعي بالآخر. آآ ظل شوية وقت يمكن. شعب غليتني غص. ملقصد أبدا، يعني بس قصص ونقاط ومراحل بحياتك عم تستطيع. لأنه هي بتمرق يعني بانوراما، فأنتي عم تحكي لي فأنا برجع صور 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 صور. ما بعرف، لازم يكون قوي. عضو بنقابة الفنانين من عام الـ 94 طبيبا، شو الفرق بين يكون الفنان عضو بالنقابة أو ما يكون؟ شو مميزات الأعضاء؟ مميزاتها؟ يعني بالأخير أنت عم تمشي على القانون حسب القانون يعني. بالأخير ضريبة وما ضريبة. قدمت لك المقابة؟ قدمت لك المقابة؟ أكيد أكيد قدمت لي. يعني قدمت لي على مستوى أنه أنا لما بشتغل ما برجع بتبعاني أنه قبلوني وافقوا لي ما وافقوا لي في شروط من الجهة المنتجة ما في شروط من الجهة المنتجة. يعني نواحي قانونية. لو عملنا فلاشباك على مسيرتك، وين تسرعتي؟ بأي مرحلة بتندمي؟ بحياتي؟ بأنه مرحلة؟ دائما بتسرعنا نصبه فيه. ما بندم، ما بندم، بس أنا متسرعة بشأنك أم لك لما بكتشف سأتي بقول لينا مسكي حالك. حتى يعني اللي محبين مثلا بنتي ماما ركزي شوي لرؤي شوي لا ترمي حالك دغري. يعني هو بشكل عام صيفة عامة أنه أنا عندي هذا التسرع. سوشال ميديا صفر. صفر للأسف بس عم حاول ولا أتنشط؟ صفحة عادية بتردي على بعض المعجمين بس ما كتير خدمتك أبدا. لا لا يعني تأثير مني. تأثير مني تأثير كتير كبير. أخر سؤال أصعب قرار فاصل بحياتك أخذتي ودفعتي ثمنه؟ غير أنك طلعت معنا. وندمت عليه؟ ما أبعرف يعني. دفعتي ثمن بغض النظر أيضا؟ أكيد أكيد يعني أي قرارات ممكن يعني دفعت ثمن أني تعلمت وهذا ثمن حلو. لأنه بالحياة ما في شي بلاش. كل شي حقه. حقه مادة. واصل. واصل. على المستوى الروحي يعني مو مادة. فهو يعني لازم تدفع لتتعلم. موسيقى